أولادك لديك خمس أولاد وبنت ما شاء الله عليهم لما تقولهم هذه الأشياء مثلاً أنه يجب أن تطون منابسكم القديمة أو قلة الأكل أو ليس قلة الأكل فقط بالاحتياج ما يقولون؟ هل يعرضوك أولادك وقال لك بابا مريد هكذا؟ يعني للأطفال طبيعي نرجع مرة ثانية لأولادهم ألذ كأكبادنا ونباه لهم كلما الخير لا تنصوهم أصبر عليهم أهم شيء نراويهم ونكون نحن نموذج قدوة لهم